موسيقى صباح الورد مشاهدينا رجعنا لكم بمواضيع كتير جديدة بفقرة الدكار موضوعنا لليوم عن وراء الجدران خليكم معنا تنتعرف عن أسرار هيدا العالم يعدلون الجدار من أحد أهم عوامل تصميم الدكار سواء كنا بدنا نستعمل وراء الجدران أو الصبغ لتغطية الحوائق وأكيد هيدا شي هو اللي بيعطينا جو اللي نحنا بنختاره بالغرفة إن كان منحب الألوان المبهجة والمفرحة أو الألوان الهادية والدافية وما ننسى أكيد في بعض الناس اللي بتحب الألوان المحايدة خاصة اللي بتحب تستعملها بغرف النوم أو الغرف الصغيرة السؤال دايما اللي بينطرح علينا شو الأفضل أنه نستعمل؟ وراء جدران أو صبغ؟ أنا بالنسبة لإليه دايما بختار وراء الجدران أكيد لأنه عنده عدة فوائد أكتر من الصبغ بدأت صناعة وراء الجدران منذ مئات لسنين وانتشرت ببلدين أوروبا، أمريكا ووصولاً إلى بلدين آسيا وهالإيان ليش عم ننصح بوراء الجدران؟ لأنه صار فيه خيارات وأنواع وأشكال وألوان حتى مع بجر ما إلى نهاية بتليق بكل البيوت، بكل الأزواء، وبكل الخيارات وراء الجدران متوفر بعدة نوعيات واختيارات من الفينيل، الوراء أو القماش مثلاً نحن بهيدا الجلسة اخترنا هيدا النوع من الوراء الجدران اللي بيعطينا إيحاء النوريش بينما هو مصنوع من الفينيل متل ما عم نشوف ما في عنا ولا خط بالنصف يعني ما في جونت وبنفس الوقت كتير سهل للتنظيف بيفوتها رتبة ونقدر نطفو وفي دمان لمدة عشر سنين وبهيدا الحالة أكيد نحن مننصح أنه نستخدم وراء الجدران أكتر من الصبغ لأنه مستحيل الصبغ يعطينا هالجمالية اللي عم نشوفها بوراء الجدران من أهم فوائد وراء الجدران أنه سهل التركيز بينشوف بسرعة كتير كبيرة وصراحة ما بده كتير وقت ليتركض من أهم الأشياء كمان تبع وراء الجدران أنه بيطفي جمالية بالقودة ومنحس أنه عملنا تغيير جزري بالقودة مع العلم أنه نحن بس ما يكون شغلين على وراء الجدران طريقة تركيبه لازم تكون على حيط جاف وخالة من الرطوبة إذا كان هيدا الحيط جاف نقدر نشير الطلاق القديم أو الورق القديم ومنحط التلذيق ومنلزق وبحب نوى هون أنه ميدة اللزق اللي لازم نستعملها تنلزق فيها وراء الجدران تكون من نوعية جداً ممتازة كرميل ما يقبع ويفك وراء الجدران بطريقة أسرع من أكتر الأشياء اللي عم تنطلب واللي هلأ كتير عم بتكون ريجة بعالم المودة هي وراء الجدران اللي فيه بقلبه مخمل متل ما هون عم نشوف حتى عم بيكون بأكتارية الأوقات مصنوع من 3D وهون بيعطينا عمق للقودة فيه كمان نستعمل إذا كان عنا بانلز من الجبس أو من الخشب داخل الغرفة أكيد بعد التسعين سنتي على البانلز العاليين ممكن نحط وراء الجدران اللي فيه نقوش كتير كبيرة متل الورود أو الأشكال الهندسية وهون كمان بحفرجيكم وراء الجدران بالأشكال الهندسية كمان 3D مع قماش وراء بألوان وأشكال مميزة جداً ومن الأشياء اللي هلأ كتير كمان رايجي هي الأشياء اللي هي قماش بقلبه بيبقى فيه نوع من السفنج بس هون تفضل أنه نستعمل جدار واحد بالغرفة تما يصير فيه كتير زحمة خاصة أنه هيدا القماش سميك وبيكون طالع لبرة فيه كمان 3D بنهاية فكرتنا لليوم بتمنى تكونوا استمتعتوا وتعرفتوا على آخر صيحات المودة لوراء الجدران لهيدا الموسم بس أكيد إذا كان عندكم أي حيرة ما بيمنع أنه تاختوا رأي مصمم أو خبير الدكار تينصحكم أكتر لقونا بحلقة جديدة الأسبوع المقبل مع السلامة ترجمة نانسي قنقر